السلام عليكم زيكم حبيبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير نهاردة ان شاء الله هنعمل النوتلة والشوكولاتة القبلة للدهن بطريقة اصلها جدا وبسيطة وكمان اقتصادية وهديدنا النتيجة روعة ما تتفرقش خالص عن النوتلة الجهزة في الطعم والشكل واللون وفي كل حاجة ومش هنستخدم فيها ولا لبا مكسف ولا زبدة ولا بندق ولا اي حاجة من الحاجات المكلفة دي اوعيلك بعد ما هتعملها وهتنجح معاك مش هتستغني عنها ابدا ومش هتشتري الجهزة تاني ابدا يلا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا ونشوف ازاي حضرناها معايا كوباية من اللبن الحليب هنزله في اناء يكون غوية شوية علشان هشتغل فيه على طول كوباية من السكر العادي مش محتاجة في الوصفة دي سكر بودر واربع معالق من الحليب البودر واربع معالق من الكاكاوة الخام وباكو واحد بس من النسكة فيه اللي بتعم البندق علشان اسبت نكهة البندق فيه بدرب كله بالهند بلندر وممكن في الخلاط هلاحظ كل ما بدرب كل ما القوان بيبتدي يتقل بخفق قويس لمدة تقريبا خمس دقايق لحد ما كل المكونات تدوب خالص بعد كده معايا كوباية من الزيت الكوباية دي صغيرة يعني مية وعادل نص كوباية بس من الموج بتاع الشاي العادي من الزيت بيضيفها بالتدريج وببتدي اكمل خفق الزيت ده هو اللي حيتقل القوان خالص وهيديها اللمعة واللون والشكل بتاع النوتلة الجهزة ومع استمرار التقليب هلاحظ ان القوان عمال يتقل خدوا بالكم شايفين الفرق ما بين القوان في الاول قبل ما ديف الزيت وبعد ما دفت الزيت شكله ايه النوتلة كده بقت جهزة وتقلت هي في البداية بتبقى خفيفة شوية لكن بمجرد ان بيسيبها عشر دايق بس قوان بيتغير وبيختلف وبتتقل كمان لما بتدخل التلجة بتتقل نوتلة بقت جهزة شكلها هيجنن طعمها رهيب شايفين شكلها عامل ازاي؟ هي دلوقتي طبعا خفيفة عشان لسه ما دخلتهاش التلاجة لكن بمجرد ما بتدخل التلاجة بتقل ربع ساعة بس بتتقل وبتبقى بنفس قوان اللي نوتلة الجهزة بستخدمها في حشو السندويتشات الولاد ياخدوا منها في المدرسة كمان ممكن استخدمها في جميع انواع الحلويات ممكن احشي بيها البسكوت او ازين بيها الكيك وان شاء الله نعمل بيه وصفات قريب وبس كده دي وصفتنا يارب بتكون عجبتكم متنسوشوا اللايك وشير سابسكريب سلام عليكم